الحرب على الإرهاب شعار يرفعه الكثيرون لكن استخدام القاعدة كورقة من تحت الطاولة لم يتوقف يوما من قبل عدد من الأطراف المحلية والإقليمية تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والذي سربته قناة الجزيرة قبل أيام كشف عن دعم أبو ضبي لجماعات متطرفة متحالفة مع تنظيم القاعدة وخاصة في تعز التقرير ذكر القيادية السلفي أبو العباس متهما إياه بالتحالف مع تنظيم القاعدة وتلقي دعم كبير من دولة الإمارات عبر القيادية السلفي هاني بن بريك التقرير أيضا كشف احتمالية دعم الإمارات للإنقلابيين في صنعاء حيث تحدث عن القبض على شاحنة تحمل لوحة صادرة من دبي كانت تحمل للحوثيين مواد تكفي لصنع ثلاثين طائرة بدون طيار اتهامات كثيرة أوردها التقرير المسرب ولم يصدر أي نفيا من لجنة الخبراء أو مجلس الأمن ينفي تلك التسريبات وهو ما من شأنه وضع العديد من التساؤلات عن مستقبل الحرب الأمريكية على الإرهاب في اليمن التي تخوضها الولايات المتحدة عبر حليفتها الإمارات التقرير جاء متماشيا مع اتهامات سابقة لدولة الإمارات من قبل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بدعم جماعات متطرفة وميليشيات عسكرية خارج سيطرة الدولة والإشراف على سجون سيرية في عدد من المحافظات الجنوبية لم يصدر حتى اللحظة تعليق من أي جهة حول مضمون التقرير الذي وإن صح فهو يعني أن هناك انحرافا عن توجهات عمليات التحالف وأن أبو ضابي ليست سوى الوجه الآخر لطهران وأن الحوثي ونقيضه القاعدة هم الطرفان المستفيدان من سقوط الدولة في فخ الإنقلاب قد يكشف التقرير في حال صدوره بشكل رسميا الكثير من الأسئلة المتعلقة بصراع الدائر في محافظة تعز كما سيفصح عن أسباب عدم تخليص المدينة من سطوة الميليشيا وتوقف مدرعات الجيش والمقاومة على مشارف المحافظة منذ أكثر من عامين